السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعيي قناة معلمة في دك اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعليه لسيدنا محمد أهلا بكم النهاردة ان شاء الله هنرد عليكم أبرز الفوائض الصحية للدوم فتعبوا معنا ثمرة الدوم المشهورة منذ القدم باستخدامتها العلاجية خاصة لدى الفراعنة في مصر وجاء العلم الحديث والدراسات لتعزيز قيمة الدوم وأهمته لصحتنا وفي هذا الفيديو سوف نعرض عليكم أهم الفوائض الصحية للدوم هي أحد أصناف ثمار النخيل المنتشرة في السودان والسعودية بكثرة وهي مشهورة منذ القدم وقد عرفها الفراعنة واستخدموها في على عديد من المجالات الغذائية والعلاجية وفي وقتنا الحاضر يعتبر شاية الدوم أحد المشروبات الشعبية في مصر ويعرف عنه كونه يسمى في خفض ضغط الدم على الرغم من أن ثمرة الدوم هي أحد ثمار النخيل إلى أنها تشبه التمر أو الرطب بل بالعكس فهي صلبة كبيرة الحجم تشبه التفاح في شكلها وقد وجد لها قيمة غذائية عالية تجعل لها دور فعال وكبير في عالم الطب والأدوية ولتناولها لعديد من الفوائد التي تعود على الجسم والتي سنذكرها في هذا الفيديو تم إجراء العديد من الدراسات والأبحاث على ثمرة الدوم فهي غنية بالعديد من العناصر والفيتامينات المهمة للجسم فقد تبين أن لثمرة الدوم فوائد علاجية عديدة نابعة من مكوناتها وقيمتها الغذائية التي سنعرفكم عليها من خلال الجدول التالي القيمة الغذائية لكل 100 غرام من الدوم السعرات الحرارية 55 سعر حرارية الكربوهيدرات 11 غرام البوريتينات 1 غرام الدهون 1 غرام السوديوم 19 ملي غرام فوائد الدوم بفضل القيمة الغذائية ومضادات الأكساد القوية التي يحويها الدوم وجد العديد من الأدلة حول فوائد الدوم العلاجية ودوره في مكافحة العديد من الأمراض ضغط الدم والكوليسترول بالإضافة إلى تعزيز الصحة الجنسية والذاكرة وصحة الدماغ ومكافحة الشيخوخة البوليفينول ومضادات الأكساد القوية جعل له دورا فعال في محاربة ونمو الخلايا السرطانية وتكاثرها خاصة سرطان البوريستاتا بحسب ما أشارت أخر الأبحاث من المتوقع بأنه يدخل الدوم في صناعات العلاجات الدوائية لبعض أنواع السرطانات وخاصة سرطان البوريستاتا بفضل فعليته محاربة الأمراض المزمنة بحسب دراسة نشرت عام 2013 وجريت على الحيوانات وجد للدوم خاصية في مكافحة ارتفاع السكري كما ولطالما عرفوا منذ القدم على الدوم دوروا في مكافحة ارتفاع ضغط الدم وهذا ما أكده الدراسات الحديثة وهذه الفوائد لا تعتقد بها كمرجع طبي لكن يجب عليك استشارة الطبيب وهذا لاستخدام أكثر أمانا لكي لا يتعرض الدوم مع أي دواء آخر كما تبين للدوم دورا في تخفيض مستويات الكوليسترول في الدم وبالتالي تعزيز صحة القلب والشرايين والوقاية من الجلطات القلبية والسكتات الدماغية وخفض خطر الإصابة بالأمراض الأوعية الدموية ولكن لازال هناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث التي تؤكد هذه الفوائد للدوم من فوائد الدوم المهمة دور في علاج للدربات الجنسية والعديد من المشاكل المتعلقة بها لدى الرجال بشكل خاص إذ وجد بأن له دورا في زيادة القدرة الجنسية من خلال التأثير على عدد الحيوانات المنوية وزيادتها ومن خلال زيادة مستويات الهرمون الذكري تعزيز الذاكرة ومكافحة الزهيمر وجدت العديد من الأدلة حول فعالية الدوم في الحفاظ على سلامة الأعصاب وصحتها ومكافحة الزهيمر وعلاج الأرق كما تستخدم مستخلصات الدوم في علاج البيلة الدومية والبيلة هارسية وإقافة النزيف كما يعتقد بأنه له دورا في تعزيز سلامة العظام والأسنان بسبب محتواه من الكاليسيوم فوائد الدوم للشعر عرف عن الدوم دوره الكبير في إنبات الشعر وزيادة قوته وينصح العديد من مختصين علاج بالأعشاب باستخدام منقوع الدوم يوميا بغرض تقوية الشعر وإنباته وعلاج مشاكل تساقطه وقد يعود ذلك إلى ما يحويه الدوم من مجموعة فيتامينات بي والنياسين المهمة جدا لصحة الشعر وتقويته ومنع تساقطه العديد من الأشخاص قد يفضلون تناول عصير الدوم مع اللبن فبعد نقع الدوم أو استخدام طحونه لصنع العصير يضاف إليه اللبن اللبن هو المصدر عالي للبوريتينات ذات الجودة عالية ومصدر لعدد كبير من المعادن والفيتامينات المهمة مثل الكاليسيوم والماغنيسيوم والفيسفور والبوتاسيوم وفيتامينات A وفيتامينات B وخاصة فيتامين B6 إن إضافتك اللبن وتناوله مع الدوم يوعد إضافة للبوريتينات التي تعتبر ثمرة الدوم فقيرة بها لو وصلت نهاية فيديو الدوم أتمنى أن الله عز وجل أن تكون استفدت فضلا وليس أمرا اشترك في القناة وادعمنا بلايك ليصلك كل جديد منفدنا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله وبحمده سبحان الله وعظيم